قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد هياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى وأن يرزقنا منه شربةً هنيئةً مريئةً لا نرد ولا نظمأ بعدها أبداً إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله ما زال حديثنا موصولًا بفضل الله جل وعلا حول نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم ما زال حديثنا حول الميزان الأكبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا بنا أيها الأحبة أن نتكلم الآن عن شيء ربما يستهن به كثير من الناس فكان صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت كان نعم الزوج لأهله وكان صلى الله عليه وسلم مثالًا يحتذى بمعنى الكلمة كان صلى الله عليه وآله وسلم في بيته كالنسيم وكانت زوجته تحب القرب منهم فلقد كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم طيبًا ولا يحب إلا طيبًا ما سبب هذا الكلام؟ أقول لك مما يؤلم القلب أن ترى بعض الرجال إذا كان في بيته لا يعتني أبداً بنظافته وهيئته أمام امرأته ربما يستهين بعض الرجال بهذا الأمر نعم فإذا خرج من البيت تزيّن وتعطر وكان في غاية الأبهة والجمال أما أمام امرأته فلا يأبه إذا كان سيء المنظر فلا يأبه إذا كان كريه الرائحة ولا يأبه في أي صورةٍ كانت والسؤال إذن يا من تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هل كان رسول الله أمام امرأته في بيته على هذه الحالة التي نراها الآن في بيوت كثيرٍ من الناس في هذه الأيام؟ أم كيف كان حاله؟ انظروا إلى قمة الطهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رسالةٌ إلى الرجال أن يتعلموا من رسول الله أقول أولى الناس بالتزيّن إنما هي امرأتك يعني أولى الناس وأحق الناس أن تتزيّن لها إنما هي امرأتك أولى الناس أن تشم منك رائحةً طيبة إنما هي امرأتك كما كان يفعل ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ألم أقل لكم أيها الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس أسوتنا في العبادات والطاعات فقط بل في كل أخلاقنا وفي كل أجزاء الحياة هو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى في عباداتنا وفي أحوالنا وفي العلاقات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل هذا أي في أخلاقه في سنته في هديه في شمائله في دلائله كل هذا أسوة لأحبائه وأسوة لأدباعه صلوات الله وتسليمات عليه كان صلى الله عليه وآله وسلم يعتني بنفسه أمام امرأته عناية فائقة ماذا تقول إي والله السنة جمال السنة طهر الطهر كان صلى الله عليه وسلم يعتني بنفسه تماما لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول شيء كان يفعله رسول الله عند دخوله إلى البيت ماذا كان يصنع قبل أن يدخل إلى باب البيت مباشرة كان يستاك خشية أن تشم امرأته منه رائحة كريهة صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا نام بجوارها صلوات الله وتسليماته عليه وإذا قام من الليل كان يشو صفاه يستاك مباشرة بالسواك خشية أن تشم امرأته خشية أن تشم امرأته رائحة كريهة كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويستعمله وهو صائم وهو مفتر وفي أثناء الليل وقبل الصلاة وعند النوم وفي كل أحواله لماذا يتزين لأهله وكان يكره جدا بل وكان أشد شيء على رسول الله أن يشم أحد منه رائحة كريهة أو رائحة كريهة كما قالت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يشم منه الريح يعني رائحة غير طيبة من أشد ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وآهله وسلم لذا كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب يحب العطور ويقول صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أين أنت أيها الحبيب من هذا كله أين أنت أين أنت من هذه الأخلاق أين أنت من هذه لا أقول السنن بل أين أنت بل أين أنت من هذه الأعمال الطيبة التي ينبغي أن تكون في الرجل أمام امرأته أين أنت لماذا لم تتعلم من رسول الله وربما يغضب الرجل وربما يضيق صدره إذا كانت امرأته مهملة في نفسها ولا تعتني بنظافتها ولا تعتني بمنظرها ولا تعتني برائحتها ويقول فيها ما قال مالك في الخمر ويبتعد عنها بل وأحيانا يهجرها إذا إياك ثم إياك أن تكون من المطففين يعني إيه أن تطالب غيرك أن يوفيك حقك على أكمل وجه وأن تبخس أنت حق الغير يعني إياك أن تطلب من امرأتك أن تكون في أجمل صورة لك وأن تكون أنت قد أهملت في نفسك لذا قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني ولهن أي من الحقوق مثل الذي عليهن كما أن لك حق على امرأتك أن تراها في أجمل صورة وأن تشم منها أطيب الريح كذلك امرأتك لها حق أن تشم منك أطيب الريح أن تراك في أبها صورة لذا أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال وأحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي اسمعها تاني وأحب أن أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي ابدأ أنت ابدأ أنت غير من نفسك ابدأ أنت تأسى برسول الله محمد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب استعمل الطيب كان صلى الله عليه وسلم يكره جدا أن يشم أحد منه رائحة غير طيبة فإياك أن تستهين أنت بذلك وكم من حالات للطلق وقعت بالفعل بسبب إهمال الزوج أو إهمال الزوجة فأنا أقول أيها الأحبة بمثل هذا تعمر البيوت وبمثل هذا تكون المودة والرحمة والسكن بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ابدأ أنت أيها الحبيب وابدأ أنت أيها الفاضلة وليستعن بالله كل واحد منه أن يملأ عين الآخر حتى لا تنصرف هذه العين إلى ما حرم الله وحتى لا تقع هذه العين فيما حرم الله ونسأل الله السلامة والعافية هذا هو حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فهل أنت في بيتك وهل أنا في بيتي على ما كان عليه رسول الله بل وأختم وأقول وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على سنن الفطرة ستلحظ أن سنن الفطرة كلها تصل بصاحبها إلى النظافة الشخصية فهيا أيها الحبيب تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واتق الله في أهلك ولا تهمن نفسك أمامها ولا أمام أولادك بل يجب عليك أن تظهر أمامها وأن تملأ عينها وأنت في أبهى صورة ولا يشم منك إلا أطيب الريح كما كان ذلك حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكر الله لكم إخواني الكرام وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر شكراً لكم شكراً لكم